وده رأس السؤال ده من اللي بيجي لك في جزئية الجراماتيك نمر 1 أنا هنا سألتك بدو يبقى على طول خلي بالك مهم جدا تحط خط تحت البرونومن اللي موجود في السؤال عشان تعرف هتجاوب بإيه ده رقم واحد بتحط خط كده يعني حط خط تحت البرونومن اللي موجود في الفراجة تاني حاجة بعملها أروح أبص على البرب الموجود في الجزئية اللي عايزنا حلها هنا هتلاقي فيرب هايسن أخره إيه هايسي ليلة مين بقى الشاطر اللي حفز معنا البرونومن ومذاكر معنا من أول حلقة يقول لي إيه البرونومن اللي بيجي معا البرب خط إيه أم أندا برافو عليكو هو البرونومن إيه يبقى إحنا هنا هنحلها هنقول إيه هايسي ليلة يبقى زي ما انت شايف طريقة الحل لازم تكون منظمة وعارف انت بتعمل إيه كويس وتحط خط تحت الجزئية اللي بتتسئل عنها عشان تعرف تجاوب صح نمرة سفاين بوها كومست عادل وفيه كومة قبل عادل دايما وجود الكومة قبل أي اسم سواء بحترام أو بلقب أو بدون لقب معناه إن الشخص ده قدامك بيتكلم معاك يعني بتتكلم معاه فس تو فس يعني ضمير مخاطب وإحنا خدنا الثلاث ضمير المخاطب في الألماني هو أول واحد دو تاني واحد زي جهوس وده حضرتك وثالث ضمير هو إير أنتون يبقى لما يجيلك كومة مع أي اسم سواء قبله أو بعضه لازم تحدد هو مفرد ولا جمع يبقى بوها كومة دو وعندي هنا عادل يبقى هو بيجاوب إيش كومة أوس منصورة برضو أحط خط تحت البرونومن اللي أنا بجاوب عليه وهنا هتبقى الإجابة دو نبقى بوها كومة دو وعادل إيش كومة أوس منصورة طبعا أنا أقول تدو لكذا سبب أول حاجة وجود الإست في الفعل تاني حاجة وجود كلمة عادل مع الكومة يعني أنا بكلم عادل قدامي تالت حاجة كمان وجود إيش في الإجابة يعني أنا بوجه كلام لشخص قدامي هو جاوب قال إيش كومة أوس منصورة